السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي مجددا في قناة أستاذتي هذه هي شبكة تفريغ نتائج التقويم التشخيصي كما طلبت مني بالنسبة للمستوى الثالث ابتداء مادة اللغة العربية تضم أسماء تلاميذ والمواد التي تم فيها إجراء تقويم التشخيصي القراءة، فهم المقرؤ، أساليب تراكيب وتحويلات، التعبير الكتابي، الإملاء ولدينا هنا عتبس التفيئ تلميذ إن كان متحكما أو في طور التحكم أي غير متحكم نضع بالنسبة على مزائد إن كان التلميذ متمكن أو متحكم في تلك المادة والناقص إذ لم يكن متمكنا منها وفي الآخر نقيص درجة تفيئ تلميذ هل هو متحكم أو في طور التحكم أو غير متحكم انطلاقا من هذه العلامات الموجودة وأريد أن أقول ملاحظة إلى أنه بالنسبة لروائز تقويم التشخيصي عبارة عن ملاحظات حيث أنه يتمكن من الإجابة عن السؤال نضعه زائد وإن لم يتمكن من الإجابة عن السؤال نضعه ناقص ونكتبه فقط ملاحظات حسن مستحسن لا بأس به ولا نضعه تنقيت في الآخر لدينا توقيع الأستاذة والسيد المفاتيش وكذلك السيد المدير ولا بد أن نضيف إلى شبكة تفريغ النتائج تقرير حول التقويم التشخيصي هذا التقرير يبين لنا نتائج تقويم التشخيصي والصعوبات التي يعاني منها التلاميذ يسلم هذا التقرير للإدارة مع شبكة تفريغ نتائج تقويم التشخيصي وهذه شبكة تفريغ نتائج تقويم التشخيصي بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي لدينا هنا مواد لا توجد بالنسبة للمستوى الثالث الابتدائي لأن المواد اللغوية بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي تدرس بشكل ضمني أما بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي تدرس بشكل صارح لدينا المواد القراءات تعبير شفاهي التراكيب الصرف والتحويل والإملاء والتعبير الكتابي وكذلك بالنسبة لشبكة فريغ النتائج ترفق بسقرير حول تقويم تشخيصي للمستوى الرابع ابتدائي تعرض المواد تقويم تشخيصي في اللغة العربية وترفق بعرض النتائج تقويم على جدول يوضح عدد التلاميذ المتمكنين والذين يوجدون في طور التمكن والغير المتمكنين إضافة إلى تحليل نتائج هذا التقويم التشخيصي هذا هو تقرير المستوى الرابع ابتدائي كما لاحظتم هو يختلف عن المستوى الثالث فهو يضم مواد التقويم وجدول يعرض نتائج هذا التقويم التشخيصي إضافة إلى تحليل لنتائج التقويم التشخيصي ولابد من تسليمه للإدارة الهدف من تسليمه للإدارة هو أن يكون التقرير يضم تلاميذ المتعثرين ولكي نرى أين لديهم مشكلة تعثر ونقوم بمعالجته ونرى مدى تحسن مستواهم الدراسي خلال السنة الدراسية أتمنى أن تكونوا قد استوفدتم أعتداء عن الضجيج وإذ كنت هناك أي مراحظة مرحبا بتعليقاتكم ومن يحتاج إلى شبكة فريغ أو تقرير يصل إليه أبعثه له عبر الحساب وشكرا